يشهد التعاون المصري الأوروبي في مجالات التنمية منحنا تصعوديا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي وظهرت بصمات هذا التعاون جالية في عدد من المحافظات عن طريق برنامج للتحدي الأوروبي المشترك للتنمية الريفية تعاون مصري أوروبي في مجالات التنمية يشهد منحنا تصعوديا منذ أن تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد السلطة فبصمات ذلك التعاون تبدو واضحة جلية في عدد من المحافظات عن طريق برنامج الاتحاد الأوروبي المشترك للتنمية الريفية محافظات مطروح والفيوم والمينيا اكتدبت تمويلا من البرنامج الأوروبي يقترب من 22 مليون يورو فضلا عن 11 مليون يورو أخرى لصالح الميكان الزراعية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية بتلك المنطقة وذلك خلال خمس سنوات منذ 2014 وحتى 2019 أيضا هناك الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي في برنامج التعاون عبر الحدود لدول حوض البحر المتوسط ويأتي هذا البرنامج ضمن التعاون الثنائي بين مصر والاتحاد الأوروبي وامتدادا للبرامج والمشروعات المنفذة بالشراكة بين الجانبين لتحفيز جهود التنمية وتحقيق النمو الشامل والمستدام ويسهم برنامج التعاون عبر الحدود في تسريع وطيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي لدول حوض البحر المتوسط كما أنه يعزز تحقيق التنمية على مستوى الدول المستهدفة والتكامل عبر الحدود بالإضافة إلى مواجهة التحديات المشتركة التي تعانيها البلدان وحرصا على دفع جهود التنمية الشاملة فقد استفادت العديد من المحافظات من البرنامج من بينها محافظات كفر الشيخ والدقاهلية والإسكندرية والشرقية ومطروح وبور سعيد والبحيرة والإسماعيلية وضميات إلى جانب الغربية والمنوفية والسويس والقليوبية والتكلفة الإجمالية للبرنامج تبلغ 234.5 مليون يورو وتقدر مساهمة للتحاد الأوروبية في هذا البرنامج بنحو 209 ملايين يورو عن الفترة من 2014 و2020 حيث تمول المفاوضية الأوروبية 90% من قيمة كل مشروع يتم تنفيذه في إطار البرنامج على أن تتحمل الأطراف المشاركة في المشروع عن نسبة المتبقية وتم تمديد البرنامج حتى عام 2025 من أجل تمكين الجهات والمشروعات المستفيدة من الوفاء بالتزامتها في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية ترجمة نانسي قنقر